قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جيمب ساكي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أبلغ مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكف خلال محادثة هاتفية بحثا خلالها المقترحات الروسية الأخيرة حول الضمانات الأمنية في أوروبا أبلغه استعداد واشنطن للإنخراط في الدبلوماسية من خلال قنوات متعددة وأوضح سوليفان أن أي حوار يتطلب التنسيق الكامل مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين وأشار إلى أن تقدم الجوهري لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة خفض التصعيد قال سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للإنخراط في الدبلوماسية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات بما في ذلك المشاركة الثنائية ومجلس الناتو وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأوضح أن أي حوار يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل ويأخذ في الاعتبار مخاوفنا بشأن الإجراءات الروسية وأن يتم بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين والبيت الأبيض يؤكد على حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو الولايات المتحدة ترى أن تحديد أفاق عضوية أوكرانيا في الناتو ومعها رغبة دول الحلف بالتوسع تتوافق مع أسس الأمن الأوروبي جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الناطقة باسم البيت الأبيض جيمب ساكي تعليقا على رد واشنطن على الخارجية الروسية التي إلى طلب تقديم ضمانات بأن الناتو لن يتوسع شرقا وأن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف وجهة نظر رئيس الولايات المتحدة وإدارته هي أن اختيار الدول ذات السيادة فيما يتعلق بالشراكة والتحالف هو مبدأ أساس في الأمن الأوروبي تواصل الولايات المتحدة دعم تطبعات الدول للانضمام إلى حلف الناتو وتلبية متطلبات محددة أما بالنسبة للعلاقات بين الناتو وأوكرانيا فهذه مسألة يجب أن تحددها أوكرانيا وحلفائها الثلاثون في الحلف